بالإضافة لكونها محافظة سياحية تعتبر محافظة طرطوس من أهم المحافظات بالإنتاج الزراعي ومن مختلف الأصناف حيث تشتهر بزراعة الحمضيات والزيتون والزراعات المحمية ضمن البيوت البلاستيكية والزراعات المكشوفة بالإضافة للتبغي والقمح والمنتجات الأخرى في سهول المحافظة وجبالها محافظة طرطوس محافظة زراعية بامتياز سواء بالشقين النباتي والحيواني بالنسبة للشق النباتي بالنسبة للأشجار المصبرة عندنا الزيتون بيحتل الصدارة من حيث المساحة والعدد والإنتاج بعدين بيجي عندنا الحمضيات في عندنا أشجار التفاح وفي عندنا بالسنوات الأخيرة تم أدخال الأشجار الاستوائية على مساحات مقبولة وبكل تقريبا كل الأنواع النباتي الاستوائية هذا من حيث الأشجار المصبرة ومن حيث باقية الزراعات في عندنا انتشار الزراعة المحمية ومحافظة طرطوس تعتبر خاصة سهل عكار الخزان الغزائي للزراعات المحمية الخضروات المحمية للعالم السواء البلد خلال فصل الشتاء كل أنواع الزراعات المحمية الخضروات المحمية منتجة عندنا وبكمية ونوعية كافية وجيدة جدا وتغطي احتياج البلد أيضا في عندنا انتشار للزراعات القمح ومساحات جيدة من شاء الله سنة بنتاج جيد أيضا عندنا زراعات للتبغ وكل المحاصيل المكشوف التانية كما تشهد المحافظة مؤخرا انتشارا واسعا لزراعة الفاكهة الاستوائية بأنواعها المختلفة ومن ناحية أخرى يعتمد المزارعون في سقاية أراضيهم على طرق مختلفة من الري ويعتبر سد الباسل مغذيا رئيسيا للأراضي الزراعية بسهل عكار بالإضافة للسدود الأخرى وتعتبر الزراعة مصدر دخل أساسي لمعظم أهالي المحافظة محمد حسن الإخبارية السورية طرطوس موسيقى